هي الأحوال التي لا تغيب عن شوارع العراق يأكلهم الجوع وعلى الرغم من أنهم يشبعون من الوعود إلا أنها البطون الفارغة من لقمة عيش كريمة انفراجة ربما تكون قد حدثت في العام الحالي بانخفاض مؤشر الجوع في البلاد عن عام 2012 لكن نسبة 17 فارزة واحد من 10% قد لا تعني شيئا في حياة الجيع المرتبة الخامسة والستون في مؤشر الجوع العالمي للعام الحالي وبحسب المؤشر السنوي التي تصدره منظمة التنمية وتنظيم المساعدات الإنسانية الألمانية يكشف حقائق نقص التغذية وعنسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الهزال والتقزم علاوة على معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مقربة من العراق تقع الجارة الكويت في المرتبة الأولى عربيا بأقل الدول في مؤشر الجوع لا غرابة من أن تتفوقت دول الجارة على العراق في نسبة الجوع القليلة فالبلد الذي حصل إرهابيا ثم تجرع دمار البنى التحتية ها هو اليوم يكتوي بنتائج الفساد التي دمرت الكثير من مشاريعه المستقبلية لإحياء القطاع الصحي والاستثماري والزراعية قبل مؤشر الجوع وصل العراق مرتبة الكآبة الأولى عربيا وفي تفصيلات الأسباب تضحت عنوين البطالة وشح فرص العمل في وقت يتزامن مع قرارات حكومية جديدة يعلن فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ورقة بيضاء تضع حلولا جذرية للمشكلات المالية في العراق وكل ما يرجوه رب أسرة أن يطعم أولاده قوت يوم وأمثاله في العراق كثير